بالنسبة للمؤتمر الاقتصادي اللي كان في مصر بالأمس في اليوم تحت رعاية السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء خدنا اتكلم من المؤتمر كان جيف وقت العالم كله بيمر بأزمة اقتصادية عظيمة طبعا لسه خارجين من أزمة أو جائحة كورونا مرورا بالأزمة النسية الأوكرانية كل الحاجات دي مؤسرات قوية جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي وطبعا بما فيهم الاقتصاد المصري فاخلال الأيام الفترة اللي فاتت دي كان كل الشعب المصري عموما يتوقع ان هيكون فيه تعويم للجنيه كمان هيكون فيه زيادة في الأسعار بالنسبة للسرعة السيسية فان يجي النهاردة المؤتمر يقرر بعض القرارات وبعض الضمانات مغيرة تماما اللي كان كل اللي بنفكر فيه عموما كشعب مصري ان يتم زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ل3000 جنيه وكان لسه كمان فيه زيادة في خلال السنة الحالية فان كده زيادتين في سنة واحدة كمان الفرد علاوه وتقرير علاوه استثنائية للموظفين كل الحاجات دي دائما ترطلب في زهن المواطن المصري ان سيتم بعدها فرد زيادة في الأسعار فان الدولة برضو في القرار النهاردة تصدر القرار بان يبقى فيه ضمان بعدها زادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 فرحنا كده بنقول للشعب وبيقول لنا عموما اطمئن الأسعار زي ما هي وكمان الزيادة دي ماشية فالحقيقة كل القرارات دي تخلينا نقف جانبا للسيدة ريس عبد الفتاح السيسي وبجانب السيدة ريس عبد الفتاح السيسي كقائد للدعوة المصرية وللقادة السيسية للدعوة المصرية ان احنا في ظل الأزمة دي الأسعار عندنا ثبتة وان كان فيه زيادة فهي زيادة طفيفة مبارين عليها بالنسبة للأزمة الاقتصادية العالمية يعني بعض الدول الكبيرة جدا حصل فيها نقص حد للسلع احنا بنلاقي الحمد لله كل السلع متوفرة وان كان فيه زيادة طفيفة فهي في الأسعار السلع غير الأساسية فاحنا بندعم السيدة ريس عبد الفتاح السيسي بندعم القيادة الحلية للدولة ولتمنى ربنا يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر ومن كيد الكائدين شكرا اشتركوا في القناة